السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناة مطبخ ام الزوأم كانت منكم اخواتي تكونوا باخر على خير وانتما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنختارها عليكم وصفتين الاولى هما المغنوم والوصفة الثانية هما بوب كيكس سهلة في تحضير مكونات بسيطة في المتناول اللي يعجبهم لوليدة الصغر يحمق عليهم ويجوا راقيين في شكلهم في المناسبات كالعقيقة الختانة ذكر الميلاد كانت منى تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر وكانت منى تشجعوني بواحد اللايك وواحد تعليق وشكرا بزا فعلا تشجعتكم ودعمكم وكانت منى تشجعوني وما تنسونيش مشي دعيوات الخير اذا بسم الله على بركة الله المرؤ مع الوصفة نبدأ معكم بالحشوة هنا اخديت الكيك بالكاكاو كنت محتفظة به في المجمد وضفت عليه بقايا المولي كيك اللي سبق له حضرته معكم سنطحنه في الطحانة الكهربائية من بعد سنضيف له ملعقتين كبيرتين من شوكولاتة الدهن ولي ما بغاش شوكولاتة الدهن يقدر يعودها بالجبن الابيض سنخلط هذا جود المكونات غبيدي نعجنه واحد شوية حتى انساج ممزيان وتكون لنا واحد الخاليط اللي يكون متماسك سنأخذ هنا المول السيليكون اللي خاص بالمجنوم سنوضح فيه واحد الكيمية ديال هاد الحشوة ونعمر الفراغات والجوانب ونضغط عليهم مزيان باش يتقدلي في الشكل دياله وياخد لي الشكل ديال المجنوم تقدروا تاخدوا واحد الكاس وضغطوا عليهم من الفوق باش يعمروا هاد المول هاده مزيان بهذه الحشوة هنا خرج لي ثمانية ديال الوحدات من المجنوم بعد ما عمرتهم سنأخذ العويدات ديال اللي خاص بالمجنوم وندخلهم في هاد الحفيرة هاده هاد الفتحة هاده اللي كتكون خاصة بهاد العويدات نوصلهم حتى الواسط الفيديو مضح نفسه وندخلهم من المجميد حتى يشد فراثهم اعاد سنبدن زيان فيهم هنا اخدت واحد الكاس وضعت فيها تشوكولات ومع شوية الزيت يعني تشوكولات تشوكولات حمام ماء وضعتها في هذا الكاس لكي تسهل عليها ندخل في هاده المجنوم وكي تغطى كامل بالتشوكولات سنحضر زوائد ونوضع هاد المجنوم فوق واحد سينية اللي عندي مغطية بورق الفرن وندخلهم فوق سطح العامل حتى يجمد هاد الشوكولات لانه دبعا الجو بارد فضغيه يجمد لا يحتاجه ان يضعه في تلاجة اذا كان الجو سخونة او فصل الصيف من طبيعة الحال سيددخلهم تلاجة حتى يجمد هاد الشوكولات اضعه تشوكولات البيض وضعته في هذا البوش قطعته من التحت ونشكل منه خطوط فوق المجنوم ويجمد كيف يبقى على حسب الرغبة الحشوة المتبقية سنشكل منها كوائرات انا اضعته هنا عيني ميزاني اذا بغيت كوائرات يكونوا مقدم ستتعبرهم يعني توزنهم بالميزان بعد مشكلة منها كوائرات سنأخذ العويدات الخاصة بالبوب كيك ونغطسهم في تشوكولات تشوكولات البيض وندخلهم في كوائرات كيك سنحتاجهم ونزين فيهم تشوكولات مع زيت ونطس بوب كيك ونحيط له الزوائد ونزينهم بالحبيبات في هذه العقيقات او تستطيع شوكولات الشعرية او تستطيع شوكولات ملون وتستطيع خطة فوق بوب كيك يعني تستطيع احساب الرغبة وبنسبة الكيك يأخذ الكيك العادي ويدفله ويدفله شوكولاتة الدهن هذه هما المغنوم والبوب كيك يعني شكلتهم ووجدتهم بطريقة سهلة وإذا كان عندكم عراضة أو مناسبة فمن طبيعة الحال ستزينهم بطريقة راقية وهمية بطريقة جمالية في الشوفة كانت من أخواتي يكون عجبكم هذا الفيديو ويكون يعني حضرته معكم بطريقة سهلة وبسيطة وفي المتناول بثلاثة مكونات تقدروا تحضم مغنوم وبوب كيك وتفرحوا بهم ولداتكم كانت من أتكون عجبتكم الوصفة وإلى الفيديو القادم بحول الله وخليتكم الراحة وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته